مجزل عشرة من أونلايف أهلا بكم تفقد رئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة أسوان منطقة السد العالي واستمع إلى شرح من المهندسين والفنيين حول كفاءة السد وآدائه وطرق صيانته كما تفقد عناصر تأمين السد وكان رئيس السيسي قد قام صباح اليوم بجولة في شوارع أسوان وصفح عددا من المواطنين والسائحين الذين عبروا عن سعادتهم بوجودهم داخل مصر يفتتح اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48 وتحمل دورة الحالية من المعرض والتي تستمر حتى العاشر من فبراير المقبل تحمل شعار الشباب وثقافة المستقبل ويشارك في المعرض 35 دولة توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديسابيبا للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لاتحاد الأفريقي ويعقد شكري بأديسابيبا لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية فضلا عن الاعداد لمشاركة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية المقررة نهاية الشهر الجاري ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات السورية تمكنت من طرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من بضع قرى شمال شرقية حلب يومي ثلاثاء والأربعة وقال المرصد أن التقدم الذي أحرزه الجيش السوري جعله على بعد ثمانية كيلو مترات من بلدة الباب التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقيم مناطق عزلة في سوريا وكان ترامب قد وقع على أمر تنفيذي يقضي ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية كما وقع أيضا أمرا تنفيذيا آخر يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة تشيع بعد ظهر اليوم جنازة الشاعر الكبير سيد حجاب من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي وكان الشاعر الكبير قد وفته المنية أمس عن عمر يناهز السبعة والسبعين عاما بعد رحلة عطاء كبيرة تاهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون بعد الفوز على غانا بهدف دون رد في ختام مباريات المجموعة الرابعة سجل هدف مصر الوحيد اللاعب محمد صلاح وبهذه النتيجة يلتقي المنتخب الوطني نظيره المغربي في الدور المقبل بينما تلعب غانا مع الكنغو الديمقراطية شكرا للمتابا